ارتفع معدل التضخم في تشرين الأول الماضي بنسبة 5.4% مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والإنارة بنسبة 34% تقريبا بعسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة محافظة البنك المركزي دكتور عدل شركس كانت توقع في تصريحات سابقة أن يصل معدل التضخم نهاية العام الحالي 3.8% وعلى المستوى الشهري ما يزال معدل أسعار المستهلك فوق 5% لشهر الرابع على التوالي وهو مرتفع مقارنة بالأشهر الأولى من العام الحالي إذ كان دون 3% في أول شهرين ثم اقترب من 4% في نيسان وإيار وعلى المستوى التراكمي سجل معدل أسعار المستهلك في أول عشرة أشهر من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 4.14% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار خمس مجموعات سلعية ذات أهمية للمستهلك أبرزها مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 23.5% والنقل بنسبة 5.8% والإيجارات بنسبة 2.2% فضلا عن الخضروات والبقوليات بنسبة 7.2% بالمقابل سجلت ثلاث مجموعات سلعية ذات أهمية للمستهلك انخفاضا خلال أول عشرة أشهر من العام الحالي هي المشروبات والمرطبات بنسبة 1% تقريبا ومحسنات الطعام بنسبة 1.8% إضافة إلى أسعار التبغ وسجائر بنسبة طفيفة